بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هناك كارثة في ليبيا أكيد سمعت عنها وأكبر المدن المتضررة هي مدينة درنا هناك واللي حاصل في حقيقة الأمر هناك في تقصير كبير من المسؤولين أول حاجة عايز الإخوة اللي هم ما يعرفوش الكثير عن ليبيا يعرفوا أن ليبيا فيها شبه حكومتين يعني فيها الغرب اللي هي الدبيبة حكومة الدبيبة وفيها الشرق اللي هو بلطقية حفتر والمرتزقة وعملاء الروس والأمور دي المنطقة اللي وقعت فيها أو اللي ضربها الإعصار اللي هو دانيال أعتقد اسمه هي المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية دي تحت سيطرة حفتر ولما أقولك تحت سيطرة حفتر تعرف أن هناك إجرام برغم أنه الوقت الشرق الليبي بيحاول أنه يتظاهر أنه متفاهم مع الغرب الليبي والغرب الليبي بيبدله نفس الحكاية لكن هما الاثنين ما فيش بينهم أي تفاهم بس كل واحد بيحاول يتظاهر أن الخلافات سببها الطرف الآخر ده الوضع اللي هناك في ظل الوضع هذا جات الكارثة يا ابو الشباب بتاع الفيضان أو سميه السيل العارم هذا اللي حصل أنه حصلت أمطار غزيرة جدا يعني واحد من الخبراء سمعته والكلام على مسؤوليته بيقول أن عادة الأمطار لا تزيل عن 15 ملي كل سنة في هذه المنطقة الأمطار اللي هطلت هذه المرة وصلت 400 ملي يعني تقريبا أقل من 30 ضعف بشوية يعني أمور مفيش حد مستعد لها بالمرة الجانب بتاع الإنقاذ ضعيف للغاية وسبب ضعف الجانب بتاع الإنقاذ أن المجرم اللي بيحكم منطقة مش هيسيب الناس تعمل أي عمل خير دي تحطها في دماغك ولا هو كمان هيعمل عمل خير إزاي الكلام ده ما هو المجرم بتاع المنطقة اللي بيحكمها يعني واحد زي حفطر تأكد أنه كان على نفس السياسة حسن مبارك أتكلم السياسة العامة بتاع قانون العصابة وقانون إفساد المجتمع يعني هو باختصار يخاف أنه يسيب حد يصلح وبالتالي لما يسيب حد يصلح الناس تعرفه وبالتالي لما الناس تعرفه الناس تثق فيه هو والشعبية تروح لي هو ده يعني سياسة متبعة عند الطوغيط بالشكل عام طيب يقولك إيه؟ يقولك إديني أنا الفلوس لأنه هو حاكم المنطقة أو إديني أنا الإمكانيات بتاعتك إن كانت مركبات أو عربات إديني فلوس إديني كذا وأنا هصلح بنفسي لما أنت تثق فيه وبعد ذلك تعطيله فلوس عشان يشتري معدات أو تعطيله معونات جاية من برة أو أي شيء من هذا القبيل اللي بيحصل إن هو بيسرقها يعني تيجي أنت تساعد بنفسك أو ييجي حد من المحسنين أو المتعاطفين أو المخلصين يساعد بنفسه يرفض الطغوط يرفض بشدة يعني يرفض بشكل غير طبيعي ويتحقق بالأمن وبالإرهاب وكذا ولكن حقيقة الرفض والسبب الحقيقي للرفض هو إن هذا الطغوط مش عايز حد يعمل أي خدمات اجتماعية للشعب لأن الشعب هيثق في هذا المتبرع وهيثق في هذا المخلص وهذه الثقة تهدد أمن الطغوط وتهدد نفوزه وتهدد إنه ممكن يكون له بديل وتهدد أشياء كثيرة طيب ماشي يقولك اديني أنا الفلوس وأنا هتصرف وأنا هعمل وأنا هشيل وأنا هحطه وأنا 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 طيب خد الفلوس اللي يحصل إيه بيسرقها والجزء اللي بيوصلوا بيوصلوا عن طريق العملاء بتوعه وهم حرمية بيسرقوا هم كمان وتبقى الكارثة ويبقى المدنيون هم الضحية في وسط هذه الجرائم الموضوع ده على فكرة متكرر أنا أحكي لكم قصة قصيرة جدا حصلت لي في مصر زمان بقى أيام مصر إيه اللي حصل فيه عندنا طريق سريع في الطريق السريع ده فيه انحدار فيه نقطة معينة بيسموها في لغة المرور بيسموها النقطة الميتة أو النقطة المميتة أو كده زي النقطة اللي بتكون على مراية السائق اللي هو بيشوفها من على شماله إن كنت بتسوق من على يمين أو بيشوفه على يمينه إن كنت بتسوق من على يسار طيب إيه اللي بيحصل اللي بيحصل إن النقطة دي أصلا الوقت مش في العربية العب مش في العربية دي العب في الطريق طيب إيه اللي بيحصل أبي الشباب ما بتعديش سنة إلا ما تحصل لها أربع خمس حوادث في الحتة دي وكل مرة يموت فيها كذا واحد وأنفس كتير راحة فأنا اقترحت على واحد من أصدقائي قلت له إيه هي الحكاية كلها ده هو إن إحنا نعدل النقطة دي أول ما عرفتناش نعدلها نبدأ إن إحنا نعمل مثلا مطابات صناعية أو إن إحنا نقدر نعمل مثلا تحذير بمرايا عاكسة تحذير بشكل مبكر يعني طرحت عليه أطراحات كتير فهو طبعا يعني فاهم الموضوع أكتر مني فقال لي مين يعمل اللي هسيبك تعمل القصة اللي تبتول عليها ليه هنا ما تقدرش تعمل أي حاجة غير ما تستأذن الدولة طبعا أنا قلت له ما إحنا طبعا هنأخذ إذن بالدولة قال لي أنت وفايا بالدولة ممكن تدي لك إذن أنت متخيل الحكاية دي قلت له وابا أنت الناس مش هنكلفها حاجة لإحنا هنعمل مجهود بين الناس وهنحمس الناس والناس بتحب الخير وهنقدر نعمل كل حاجة من دون يعني منكلف الدولة ولا منليم قال لي الدولة مش هتسمح لأي حد بالظهور أنه هو صلح شيء أو أنه هو عمل شيء فأنا قلت له طيب إيه طيب إحنا نلم الفلوس وندي التكلفة لمقاول يبقى تابع الدولة ونختفي إحنا عن الصورة تماما قال لي لو عملت كده هيقبلوا منك ويقولوا لك متشكرين وتمام التمام بس هياخدوا الفلوس ومش هيصلحوا والفلوس هتتسرق والعمل حاجة هيعملوها كده لذر الرماد في العيون لكن المشكلة اللي انت بتقول عليها دي صعب جدا انك انت تثق فيهم ان هم يحلوا أي شيء لما بقى كبرت في السن وطبيعة السياسة في الوطن العربي والسياسة وطبيعة اخبار المسلمين هنا وهناك لقيت الكارثة بتاع الطريق والنقطة المميتة والكارثة المصغرة ديت اه هتقول لي بيموت قتلى كل سنة مصغرة اقول لك مصغرة جنب الكوارث اللي بتحصل في الدول التانية وحتى في قلب مصر يعني مصر فيها كميات رهيبة جدا من الضحايا بتوح حوادث الطريق ولا حد سأل عليهم اصلا فانت ما تجي تلاقي يعني حتة النقطة المميتة دي بيروح عشر انفس مثلا في السنة وتقارن في مصر بيموت مش عارف كام بالالاف يا راجل يعني الفرق الشاسع بين هذا وذاك وتلك فالخلاصة لقيت لما تبعت بقى الاخبار والحوادث وأمور المسلمين والاخبار السياسية والامور ديك لقيت ان نسخة الفساد دي متكررة في كل حتة فانا حكيتك القصة دي عشان اقول لك الوقتي لا حفطر هيعمل حاجة ولا حتى هيسيب حكومة الدبيبة تعمل حاجة لماذا؟ طيب حكومة الدبيبة تشتغل ما هي مسؤولة عن البلد مش هينفع برضه يعني بيتكلموا عن ان هم المفروض يعملوا انقاذ بالمروحيات لان الناس بتنوت بشكل رهيب جدا يعني مسألة صعبة للغاية طبعا انا واثق ان الدبيبة يعني الوقتي لما يودي مروحيات هناك ده ان كان عنده اصلا مروحيات لما يودي مروحيات هناك في عنده حفطر ازاي يضمن ان المروحيات دي ترجع وازاي يضمن ان حفطر ما يسيطرش على المروحيات هذه دي على فكرة يعني انا وانت نرى انه مسألة عجيبة انه هو يحجز الحاجات دي بس يحجزها بمئة الف حجة ويقولك كان عليها ارهابيين او كذا او يقولك ما نعرفش عنها حاجة ويحجزها ويقول هي مشيت وقحين يا راجل عندهم وقاحة شديدة جدا ده دي الناس اللي هي بتحكم في المدنيين المساكين في الناس اللي احنا فيها لنسأل الله السلامة لنا ولكم اللي صالح المؤمنين دي الاحوال مشية بهذا الشكل طيب الوقتي واحد يسألني ايه هو الحل لا هقولك الحل اللي يعني اللي يقدر يعمل حاجة يعملها حقيقة ما فيه ما تنتظروش من حفطر حاجة وما تنتظروش ان حفطر يسمح مثلا للاتراك ان هما يدخلوا يعملوا انقاذ مش عارف بقى دي ممكن يكون فيه تفاهم روسيا او كده طيب خلي روسيا تيجي تعمل انقاذ ماحنا المهمة بس ان ننقذ المدنيين وبس يعني وعلى فكرة الموضوع اللي بيحصل في ليبيا ده رد ودرس قوي ان روسيا ما بتعملش شيء مقابل لشيء وما عندهاش عطيفة وما فيش بيننا وبينها اي ترابط الا المصلحة القائمة مع الاتراك الوقتي ولو استغنوا عن المسلمين هيبدأوا يدبحهم زي ما عملوا في سوريا ويمكن اسوأ من كده كمان فاللي يقدر يقدر يقدم شيء يا جماعة يقدموا وبالذات ان السدين دول تهدموا او سد منهم السد الكبير تهدم وكده كارسة حقيقة نسأل الله الرحمة للشهداء ونسأل الله الشفاء للمصابين ونسأل الله ان يرفع عنا وعنكم وعنهم عن صالح المؤمنين البلاء ويشفي كمان المتضررين بتوع المغرب وارحم الشهداء في المغرب اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم